أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بمشروعات الهايدروجين الأخضر لافتا إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض عروض إقامة مشروعات الهايدروجين الأخضر في مصر بحضور وزيري الكهرباء والتخطيط وعدد من المسؤولين وطلب مدبولي بسرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة لتحقيق هدف أن تكون مصر مركزا لهذه المشروعات النظيفة التي تواجه متطلبات المستقبل